قطعت الدولة المصرية شوطاً كبيراً في ملف تطوير البنية التحتية في كافة القطاعات وبمختلف المحافظات وذلك عبر مجموعة من المشروعات القومية العملاقة والتي ساهمت في مواجهة الأزمات آخرها كان موجة التقص السيء الأخيرة على مدى سنوات عانت البنية التحتية من تدهور شديد في القطاعات كافة تدهور كان يبدو واضحاً في كل أزمة تمر على البلاد لكن هذه الحالة اختفت تماماً وتحولت إلى النقيد مع بناء مصر الحديثة التي وضعت خطة طموحة لتطوير البنى التحتية في كافة المحافظات باعتبارها العمود الفقري لتنمية المجتمعات والعامل الأساسي لنهضة الدولة لذا تم إطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة في مصر هنا في مصر هنا احنا عملنا خلال الخمس سنين اللي فاتوا باربعة تريليون جنيه اللي صالح البنية التحتية وكتير من الناس في مصر يمكن ما كانوش مستوعبين ليه احنا بنعمل ده كله بخطاً ثابتةً واستراتيجية مدروسة خاضت الدولة المصرية معركة التطوير في كافة قطاعات البنية التحتية فبدأت المشروع القومي للكهرباء الذي يسهم في دعم التحول الاقتصادي وإمداده بالطاقة وذلك من خلال استكمال بعض المحطات الكهربائية وإنشاء البعض الآخر كمحطات توليد بنسويف والبرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة وعلى صعيد تطوير قطاع الطرق والنقل لما يخص البنية التحتية فقد تم البدء في تنفيذ المشروع القومي للطرق بالتعاون بين وزارتي النقل والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي وصل حجم العمل به إلى آلاف الكيلومترات بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الكبار العلوية والمحاور التي تعبر نهر النيل فضلاً عن تطوير مرفق السكك الحديدية ومتر الأنفاق تطوير البنية التحتية لم يكن ليكتمل دون القضاء على العشوائيات وفي هذا الملف الذي يحظى باهتمام رئاسي بالغ قطعت مصر شوطاً كبيراً حتى اقتربت من إعلان البلاد خالية من العشوائيات لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم حي الأصمرات واحد من المشروعات التي أثبتت كفاءة تطوير البنية التحتية في مصر لاسيما في ظل أزمة التقس الأخيرة فبينما شهدت البلاد موجة من سقوط الأمطار الغزيرة لم يكن لهذه الأمطار أي آثار بحي الأصمرات بفضل تخطيط البنية التحتية للمنطقة الذي رعى أعمال المطر والسيول عند التصميم ومثلها كافة المدن الجديدة الصلاحة ولا قاربة قطعت ولا موية جو جميل وبنزل نقض حقيتنا وفعلاً فيه رفع الغطيون البلعات بصرف الموية وزيما أنت شايفه حتى مقم تصور دلوقتي بالطبيعة الجو جميل جداً أنا برضا كنا الحمد لله ما فيش ولا حد غيره ولا حاجة وقعت ولا الكلام ده كله هو أقصى حاجة أقصى حاجة غرقة مية هي الملائب ودي بعيد عننا وبيعيد عن الآل اللي عادت بالصالة عن نبوك والله يحتور المية اشتغلت وصفوها وتمام ومية مية برضو غير برضو أي أماكن تاني يعني الأماكن تاني بس على الله بره أنا ما بتنشافش في نفس الطريقة دي لكن يعني من المبارح والجايل الطريق تمام والطرق كويس تطوير البنية التحتية تجربة مصرية خالصة تدعمها إرادة سياسية هادفة للتطور وتلافي أخطاء الماضي مع بزل كل جهد في إطار بناء مصر الحديثة